السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً و مرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزئية رقم 7 من الفصل الثالث سنتحدث عن عيوب مميزات الستير كاستنج مثل و عيوب هذه الطريقة يعني سنتحدث عن مميزات و عيوب هذه الطريقة الستير كاستنج التي تناولناها بالتحليل في الجزء السابق مميزات طريقة الستير كاستنج مثل نمرة واحد إن هذه الطريقة تعتبر اقتصادية في تصنيع المواد المتراقبة ذات الأساس الألمنيوم أو التي يكون أساسها سبيكة من سبيك الألمنيوم نمرة اثنين لا يوجد هناك حدود أو حد للأبعاد أو للوزن بمعنى أنني يمكن أن أستخدم أي أبعاد ممكنة أو أي وزن ممكن للمنتج الذي ينتج بهذه الطريقة عيوب طريقة للستير كاستنج مثل أو ديس أدفانش في استير كاستنج مثل نمبر وان من المعروف أن في طريقة السباكة بالرمل أو السباكة في قالب رملي على وجه التحديد فإن الأبعاد تكون غير دقيقة وإن السيرفيس فينيشينج أو جودة السطح بمعنى صح جودة السطح المنتج تكون جودة أقل حيث أن الرمل اعتبر خشم وبالتالي مما يؤدي إلى وجود كشونة في السطح المنتج نمرة اتنين في هذه الطريقة في الحقيقة التي هي السباكة في القوالب الرملية فإنها تؤدي إلى وجود عيوب وهي الجاز بابل أو الفقاعات الغازية داخل المنتج نمرة ثلاثة ساندكاسing is labor-intensive